للأهل مكسبش النهاردة ببساطة أسهل سؤال طيب واحد المسؤول الأول عن عدم فوز النادي الأهل النهاردة هو مارسي الكولر ده رقم واحد ليه مارسي الكولر هو المسؤول الأول؟ لأسباب كتير جدا رقم واحد أنه مارسي الكولر لسه ما تعلمشي الكرة بأفريقيا ماشية إزاي لسه ما تعلمشي أنه لما يلاعب سانداونز تحديداً اللي هو بروفايل فريق مختلف عن كل فرق القارة يلاعبوا إزاي لسه ما تعلمشي أنه لما تيجي الديئة 75 والأهل المتقدم في النتيجة 2-1 ما يقفلش الملعب والمساحات على فرق سانداونز لسه ما تعلمشي أنه في تحضيره للمباراة في بعض اللاعبين يبقى عامل حسابه أنه ممشي أكد أكثر من 45 دقيقة لسه ما غيرشي أنه لازم يبدل بعد الديئة 60 مش عارف إيه القاعدة لما بنيجي نتكلمة كريمة أقول لك هو مش أبدل قبل الديئة 60 مش عارف إيه القاعدة أو إيه الكونسبت اللي عنده لكن ده